السلام عليكم ورحمة الله اليوم سوف نتقسم معكم طريقة تحضير ملاوي بلادليك و بالعداب و بخلطة سحرية تجعل تستغني على الزبطة غير بالزيت و الملوي يخفيف و الشيش و مورق و مقرمش و ينشف من الزيت ينجح معك من اول تجربة يجيل ديد بثاف إلا جربته لا يبقى يخطاك و لا اعجبكم الفيديو لا تنسونيش من لايك و بارتاج للفيديو باش تعمل فائدة و كيف العادة نبدأ بالصلاة على نبينا عليه افضل الصلاة والسلام بسم الله على بركتي الله نتعرف على المكونات و الطريقة للتحضير و هنا غنحتاج نصد كيلو ديال الدقيق الابيض اي ما يعادل خمسة ديال الاكواب و غنحتاج جوج ديال الاكواب ديال الدقيق الفينو او دقيق السامد الناعم ما يعادل ميتين وخمسين او ميتين وستين جرام او غنحتاج واحد القبيصة ديال الخميرة ديال الخبز عندي حوبيبات غير رويس ديال المعلقة و معلقة صغيرة مبلوء امزين ديال الملح كي يبقى حسب الطوق و ملعقة صغيرة ديال السكر سانيدة و ماء دافي باش غنعجن صافي نوضع الخميرة مع السكر و الملح فقط دقيق صافي و كنبدا نعجن بالماء الدافي فبالنسبة للاجينة ما دلكتهاش نهائيا و ما شاء الله الملوي كي يجي غزال غير كنج معها كيف ما كتشوفو معي كان عجنها غير ذاك شيفاش كتتماسك و كتتجانس و وضعتها في بلاستيكة و خليتها مدة نصف ساعة ارتاحت كتجيبها اللي مدلوكة هانتوما صافي غير كنبديها و نجيبها كتولي من السبحة اللي لمدلوكة صافي و كنقسمها كنبدا نشكل كورات من العجين المويمة هنا كنشكل تقريبا نشكل تسعة ديال الكورات و كندهنهم بالزيت و غنغطيهم عود ببلاستيك و نخليهم معه تاني واحد ربع ساعة يرتاحوا و هنايا بعد ربع ساعة كنوجد الخلطة السحرية اللي كتخلينا نستغنى وعلى الزيت كنحتاج واحد الكوب ديال العنبة عمر ايميو ستين ميليلي لتر ديال زيت المائدة و كنحتاج نصف كوب ديال الدقيق الفينو و معلقة كبيرة ديال الدقيق الابيض الفورس و نحتاج واحد الخمارة ديال الحالويات من فئة سبعة غرام أو ثمانية غرام اللي كنخدمه به نخلط المكونات ديالي مزيان بالمعلقة و نزيد نكمل كوب ديال الزيت صافي الخلطة كتكون وجدات و هنايا عندي شوية ديال الزيت عادي باش نبدأ نبسط و نصرح العزين هو الأول و نحاول نصرح الكورة ديال العزين على شكل مستطيل و دائما نبدأ باللولة اللي شكلتها هي اللولة تكون رتاحت و دعما مع بارد الحال ديال الخميرة ديال الخبز تساعد العزينة أنها تبسط معانا ضغية و ما كيدرناش حتى المسمن في المعدة ناخد جهد معلقة كبيرة من الخلطة السحرية و نوزعها فوق المستطيل ديال العزين صافي و نبدأ نجمع المستطيل ديال العزين من شوج ديال الجهات كيف ما موضح في الفيديو صافي و ناخد عاو تاني شوية من الخلطة و نبدأ اللوي و انا يكرخ في ديال و ما شاء الله العزينة كلها كتنبل صافي كنسكل الملوية بهذا السكل و نخليها ترتاح و ناخد عاو تاني كورة ديال العازين و نصرحها على سكل مستطيل و غن ناخد عاو تاني و نحرك دائما الخلطة و ناخد زهد مع القاعمرة مزيان من الخلطة و نوزعها فوق من العازين صافي و نبدأ نطويل أطرف ديال العازين بهذا السكل و دائما اللي كان بغي اللوي كان حاول أناني نزبض مزيان الشارط باش يرقاق صافي و كنلوي و يدية مرخوفة بهذا الشكل و هنا يا صافي هناخد الملويات بجوج و نحطهم تحت الميكا أو البلاستيكا باش يرتاحوا صافي و كنكمل بنفس الطريقة كيف ما كتشوفوا معايا ضغية العازينة كتتصرح معايا فدائما نخليو العازينة ترتاح باش نخدمو بها مرتاحين و ضغية لا تتبسط معايا صافي و ندهنه بالخلطة و نطوي المستطيل العزين بهذا الشكل صافي و الشارط نبدأ نزبه باش يطويل و ندهنه و هنا اثالية التشكيل الملويات و الخلطة تضغطه لا تشيط في الطريقة واضحة كيف ما شفتوا معايا صافي نبدأ نبسط الملوية باش نطيبها و دائما ما ترققوش الملويات أكثر من القياس بسطوه بين و بينما يكون رقيق و غلط باش كيجي زوين و المقلة فانا سخنتها من قبل غير كنحط الملوية غير شوية و كنقلبها و كنبدأ نقلب و نشقلب فيها وهي كتتنفخ و كتتحمر و كتتخذ ذاك اللوين الذهبي الزوين و بالنسبة لمبتدئات يلا ما كيعرفوش يهزو الملوية و يحطوه في المقلة ممكن انكم تاخدوا ورق الطبخ و تقطعوه على شكل دائري و بسطفق منه و كتهزو بدك الورق باش كيجيكم سهلة سوف تبدأوا تطيبوا الملوية ديالكم عادي و ما شاء الله كيفما كتشوفوا معي الملوية اللي حطيتها كتبدأ تنفخ و تنبل و كنبدأ نقلب فيها حتى كتتتحمر من جميع الجيهات و ما شاء الله كيتنفخ و كيجي زوين فاجربوا هاد الملوي اكيد ما يبقاش يخطاكم كيجي رائع بحليلة صيبته بالزبدة و غير بالخلطة العاجيبة ديال الزيت و كيجي فيه واحد الموادق الديد بزاف و اللي ما كتعجبهاش الزبدة او اللي ما توفرتش لها الزبدة و بغى تصاوه بالملوي فتصيبوا بهالطريقة غير بالزيد كيجي ناجح مليون في الميئة انتم مننا تجربوه و يعجبكم و ترضو علي في التعليق كيف جاكم فافيو كنستمر كنطيب ناة و ما ساء الله كي تنفخ فافيو كن بتنقلب في الملوي حتى كيت تحمر و يطيب او كنحيده رائع و تاني نكمل بنفس طريقة كنطيب الكميه كلها اللي عندي فكيجي ما شاء الله واحد الملوي لديد بزاف مقرمش و مورق وهشيش و خفيف بنين بزاف انتم منى تجربوه واكيد ما تنسونيش اخواتي الى عزلكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك و بارتاج للي الفيديو باش تعمل فائضة و تعليق الله يجازيكم بالخير فافيهنا ينكمل الطياب في بعد المثاليت انتم ما كنسمعكم القرمشة كيجي مقرمش و كيجي كلهم مورق و خفيف وهشيش فانا كنحاول نوريكم التوريق و المثال منى بقى سخونة كد كوي انتم و ما شاء الله الملوي كامل كيجي يغذات مورق و مقرمش انتم ما شوفوا التوريق فباليوم غير اللي ما بغتش توزد الملوي ما شاء الله بلا دليك بلا عداب و بلا ثبطة كيجي واحد الملوي اهماوي من دك سير رفيع يحمر لكم وزهكم مع الضياف و كيجي مقرمش و مورق و خفيف و حسيش لذيذ بزاف ما تقنعوش منه و الطريقة سهلة فغير تبعوا جميع المراحل اللي في الفيديو اكيد غينجح معكم من اول تجربة فغير تجربوه اكيد ما يبقى سيخطاكم فمساء الله الملوي كامل كيجي يهماوي و كيجي يغذات كيكون هذا هو السكل النهائي دياله و اكيد غينجح معكم وحيدة انتمو مساء الله كيجي الطب انتمنى تجربوه و يعزبكم كيكون هذا هو السكل النهائي ديال الملوي اللي تتركت معكم اليوم اتمنى الفيديو يكون نلعزبكم و نكون خفيفة طريفة على قلبكم و متنثونيس من تجيعتكم الى اللقاء